بسم الله الرحمن الرحيم اليوم كان فيه لقاء اجتماعين الميزانيات والمالية بالنسبة لي على الاقل والموضوع المهم اللي كان اليوم على التقرير المقدم من اللجنة المالية الى المجلس الامة واللي رجعنا كان نتاج تقرير سابق لمجلس المنحل عبارة عن استدعاء رأس المال البالغ 600 مليون دينار والسحب من الاحتياطي العام عشان رأس مال الكويتية وانا كان عندي وجهة نظر استخدمت حقي في مادة 109 من اللائحة رجعنا صوتنا عليه التصويت كان بالموافقة على سحب التقرير وبناء عليه اليوم اجتمعنا مع ادارة الكويتية والوزير اللي ديدح مو كليوم الحكومة تطلع لنا مسميات ديدة وتيب لنا وزير نقعد في اللجان اي الفريق الفني اي وزير غير ليش وين زميلك لا لان الحين مسؤولية هذا القطاع اصبحت لي ازين وبعدين احنا بنكلمك عن المشاكل نبدين نعدد المشاكل يرد الوزير يقول عفوا انا تونياي بس ابي احتاج وقت لي ما اقعد مع الاخوان في اجتماعاتنا وانتو يعني دودهتوني باجتماعكم لا مو شغلي هذا نفس اللي صار مع فريق الكويتية والاخ ياسر أبل اول ما بدينا بعد جلسة القسم كان يقول انا توني بادي والحين انا وزير دولة لشؤون خدمات اللي هو ليه اليوم ما ادري شنو التوصيف الوظيفي لشؤون خدمات ومن يتبع لها من الجهات الفنية يقولون سووا التوصيف وظيفي انا ما شفت اللي الحين انزين قعدنا معه قال انا ما عرف ليه ما اقعد مع الاخوان عطوني يا كويتية تبريراتكم لطلب استدعاء راس المال ما كان فيه ينا اليوم في الاجتماع بعد ما رجعنا التقرير خلوني اعطيكم نبذة بسيطة الكويتية بكل خسائرها ومشاكلها وتخلصها من عناصرها الوطنية ولا تبتوظف كويتيين ولا وكل اللي قاعد يصير وطيارات تتلاقي درجة الاولى كراسية اقل مستوى من البزنس انا عمري ما شف طيارة درجة الاولى كراسي اقل فخامة من البزنس ولما قلنا قالوا لا هذالطيارات مؤجرة فيها مشاكل يعني كلهم مشاكل بمشاكل ولا قادرين يحلونها بالمقابل راسمالهم مليار و 200 مليون على تدرون على كم طيارة على 35 طيارة تدرون كم البيئة خطوط البريطانية راسمالهم بالدينار 680 مليون تدرون كم طيارة عند البيئة عندهم يا محفوظين السلامة 284 طيارة تدرون اللوفتحانزة كم راسمالهم 950 مليون تدرون كم طيارة عند اللوفتحانزة 600 طيارة تدرون الإماراتية كم راسمالهم 80 مليون وتدرون كم طيارة عندهم 251 الكويتية راسمالها مليار و 200 مليون عندهم 35 طيارة ولما اسأل أحد قيادينهم هل تحلم في يوم الأيام تكون مستوى أو تنافس أو أعلى من بريطانيا أو لوفتحانزة أو الاتحاد أو الإماراتية هزراسة قال لي لا إحنا لنا خط بروحنا تخيلوا إدارة سيئة تمحي تاريخ 60 سنة ولا أذم لمجرد أني أذم مع احترامي لكل الشخص أنا أتكلم عن الطريقة اللي تدار فيها إعادة هيكلة مو إحنا بالكويت نعرفنا إذا ذميت في مكان والإدارة اللي تديرها قالوا إيه أنت من فريق فلان وإذا مدحت قالوا أنت من فريق فلان نفس الرياضة إن ذميت في القوانين المعدلة اللي صارت وظلمت شبابنا الكويتيين قالوا ها هي قاعد تضرب فيها لأنها من فريق أحمد الفهد وإذا مدحت ما يجري بكل الظلم اللي مسوي وزير الشباب الرياضة قالوا آه لا هي قاعد تمدح لأنها من فريق مرزوق شذي إحنا قاعد نصير بالكويت نفس الشي الحين في خطوط الكويتية إذا قلت إن هذه الإدارة سيئة بدأوا يمشون يقولون آه يمكن هي من فريق دبي لأن بودي لأن بودي أهم اتناقل المحلي بالقطاع الخاص طياران الجزيرة بالذم أقارن طيران اللو كوست بالكويتية بستين سنة لما أشوف تخلصوا من عناصر بشرية كويتية صرفنا عليهم بالآلاف عشرات الآلاف مئات الألوف تخلصوا منهم وباعترافهم يقولون إيه إحنا ما زلنا نحتاج طيارين لأن طياراتنا ما في أحد يطير فيها ومن فنشي لي سبعة وثلاثين متخلصين منهم ومودينهم في وزارات الدولة وما يبون يردونهم وباتر الاعتصام معني ها أكرر وأنا قلت حق الشباب هالكلام الاعتصام من حقهم لكن أنا ما رح أحضر أنا ضد هالاعتصامات دوري في اللجنة المالية ودوري داخل قاعة عبدالله السالم ندافع عن حقوقكم مع الفريق الفني شغل اللي قاعد تسوينا هذا لا إحنا توصلنا إلى تركيبة وهذه مشكورين فيها مجلس الإدارة توصلنا إلى تركيبة زينة بحيث طالما أنت وتحت مظلة الكويتية وتحت مظلة التأمينات ولم تباشروا أعمالكم في الحكومة يحق لكم الردة أرجع مرة ثانية شفتوا هالأرقام اللي عطيتكم إياها عشان لا أتهم أنا من فريق هنا ولا من فريق هناك أنا أقولها لأن عيني على ناق الوطني ولن أسمح إن أحد يوجه يقول إي يمكن لأن ممكن تتجهن لهالفريق ولا الفريق هذا الكلام مردود عليه أصلا أنا أرد على أرقام عندي الإماراتية بكل نجاحاتها وأشوفها على فناي اللاعبين كرة قدم ورأس مالها ثمانين إهني مليار ومئتين بالدينار وهم يقولون عطونا ستتمية إنزين برروا لي ليش شريتوا الطيارات بناء على إنكم ما تجهتوا إلى مؤسسة الصادرات اللي هي تنظم عشان لوادم ما تأخذ عمولاته ولا يصير فيه محسوبية في الشراء ما كو رد ردوا علي ليش الربع الأول من 2016 كانت خسائر الشركة 2.2 مليون دينار إشلون اصعدت إلى 22 مليون فاصلة أربعة مو هذا سوء إدارة من عندكم أنا الكويتية أبي أشوف الطائر الأزرق ما يهمني تغيرون شكل الطائر الأزرق وللبس المضيف أنا يهمني إعادة الهيكلة المالية اللي أحولها من خسارة إلى ربحية تقولوا لي نبي وقت خمس سنوات لوادم ما فيهم حين تنطر خمس سنوات تبتحس بالفخر لو شيء واحد في الكويت فبالتالي بما أن أوضاعهم مستمرة في النازل ويأي شيء عظيم اكتشفت اليوم أن عندي مديرة كويتية أقسم بالله يا أخوان أني والله ما أعرفها لو أشوفها بالشارع تمشي ما أعرفها لكن اللي عرفت من المديح من الرفرنس اللي سألت عن أدائها أن هي قادرة على أن تكون في الماركتينج ثلاثين سنة صار لها يبون عليها شخص من الخطوط الجوية اليمنية في إدارة طيرانه مع احترامي لكل الجناسي لكن ما يباك سباك على الكويتية وقل لا يمكن هو يصير سكنديلها براتب لا يقل عن مبلغ وقدرة وواجهتهم فيه قالوا لي ها لا مساعد مدير إدارة شفتوا شون الطم نعطيهم سحب من احتياطي العام لأجيالنا في إيد ناس لن تتمكن من إعادة الهيكلة وأنا قلت حق الوزيرة قلت حق الأخت هندة الصبيح أنا الأوان تغيير مجلس الإدارة بالكامل لازم يكون خزان تفكير يم الفريق القيادي الموجود مخالفة صريحة ذكرت في تقرير ديوان المحاسبة ثلاث سنوات على أتلة الرئيس مجلس الإدارة لا يمكن يكون رئيس تنفيذي لأن هذا فيه تضارب حسب قانون الشركات سألت شنو جدوى شراء طيارات تقولون يا كويتية نحن من 2008 من 2008 مستمر أوضاعكم في النازل وتابون نحين 600 مليون نفس الشي وهما مسوين جمعية عمومية غير عادية لإضافة بند على عقد التأسيس يضمن لهم أنهم يذهبون لإقتراض 300 مليون أنا ماعطيتهم 600 مليون من قبل مع 300 مليون هذه 900 مليون نقد وين راحوا ولا السالفة بهللة إذا ما يعني تبرير ماكو ما راح أعطي بعدين شي ثاني مهم طريق فني ليش ما يروح يطقق البيبان ويسوي الهومورك ما لحق البنوك ليش ما يطلب اقتراض عند شي سمونا النوايا الحسنة عند اسم الكويتية عمر 60 سنة البنوك الاستثمارية مو بس البنوك التجارية تطلب ود مؤسسة مان قيل الشركة مؤسسة مثل الكويتية تطلب ود تعالوا نعطيكم قروض مجمعة تسهيلات ائتمانية اللي تابون لا الحبايب قاعدين عطونا بس فلوس من صرفنا مليارين وثلاثمائة مليون على اربع مشاريع اساميهم مليارين دينار وثلاثمائة مليون يعني سبعة مليار دولار اسس فيها شركتين طيران بالخدمات اللي قالوا عنها هذا جديد بدون دراسة جدوى مليارين وثلاثمائة مليون حق اربع قطاعات بقول يكلف ما افهم في خط الطيران انا سألت الفنيين قالوا رقم مبالغ فيه لن ادعي حسن النية لان عندي ديوان محاسبة ووجهاز مراقبين ماليين لكن مشكلتي من تحول من الشركة ما يخضعون فاللي تخضع لها العام الاستثمار ولا سألت اليوم وزيرة انت وزيرة الدولة شؤون اقتصادية من اشأل الرقابة على الصرف شون اعطي 600 وهم ما يخضعون لرقابة وين هذه صارت بالدنيا سألتم سؤال كم عدد ديون كم المشكوك فيها ما هي مسبباتها كان يقول انت اظنم وجه سؤال نطري الجواب لأ انت قاعدين الحين تعطوني الجواب ما قدروا عطوني دراسة الجدول اللي بناء عليها تحرك على هالأساس لزيادة الأسطول ما في اذا ني على قرار اللجنة مثل ما قلت لك احنا رفض استدعاء باقي راس المال يروحون يسون الهومورك مالهم عطيناهم فترة حتى اجتماعنا القادم الوزيرة حطت النقاط وبصراحة شهادة لله الاخت هند الصبيح هني كانت فنية لأقصى درجة سجلت كل النقاط على راح تدارك مع الفريق الفني ورح ترجع لنمرة ثانية فيها باجتماعنا القادم لا لن يتم ني على موضوع البند الثاني اللي هو الحكومة يا الله مفضلك ومتنا من إنشاء الهيئات يا ياتنا بمشروع قانون لإنشاء يزين الاسم الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان وميناء مبارك الكبير هلو صح يونس يعني دولة ثانية ومدينة طبعا نفرح نفرح بإنشاء موضون تري إنزين يالله من فضلك معالي الوزير شنو قصص النجاح عندك لإنشاء هيئات شديد تشبهها تقدر تونسنا فيها عشان نقول إي والله براو عليكم يا حكومة سويتوا قصة نجاح سابقة يالله هاكم هذه الموافقة من مجلس الأمة لإنشاء هيئة مثل هذه قبل أدخل في البنود أنا آيت لكم في البنود الحين رئيس الهيئة حاطينا في القانون المشروع القانون ما لهم الحكومة سلطاته وصلاحياته أكبر من رئيس وزراء لا وسلطاته وصلاحياته أكبر من رئيس بنك أو محافظ بنك مركزي والسبب إن أهم عندهم بنت يقدر فيه الرئيس يصدر سندات يمنح قروض وغيرة وغيرة شنو قصص النجاح كان يقول معالي الوزير شعيبة شعيبة قصة نجاح قال إيه من متى ذكرني معالي الوزير بأي سنة وين متى قام ثلاثين سنة خمسة ثلاثين أربعين حين قصص نجاح ما في تحويل الديرة مركز مالي قصة نجاح اللي شارع واحد ين برج الحمرة ما نقدر نطوف منه ما في رد نزين حاطين من الاختصاصات عنا في مجلس أمناء يسند مجلس الإدارة مجلس الأمناء ما يبون منه يخضع لا لديوان محاسبة ولا لهيئة مكافحة فساد ولا جهاز مراقبين ماليين كلها ما تخضع الرقابة المسبقة ما لديوان محاسبة عيل من يراقبكم؟ لا ما حد يراقبنا أنتوا شفتوا أنه عندنا عطلة داخل حكومتنا وشفتوا شو المشاريع توقف إحنا بنسوي هناك مثال منعزل يختي والله على التشكير الحكومي الرائع إيه واش تبسون بعد نعطيه صلاحيات وبعد نخليه يعطي قروب وبعد يمنح لمجلس الأمناء الحق في التصرف في الأراضي بعد أوكي ويبيع ويأجر أوه من زين منهم هاي مجلس الأمناء نعرفهم لا ما يتحدد عددهم الحين بالقانون مو متحدد لا المحسوبية وشرية وربعنا وربع شالية ومزرعة ما راح تعينون لا ما توقع أوكي نزيد هذي لا تطلبوا منهم كشف دم مالية لا ما يقاب نطلب لأن هذولا بيكونون على مستوى أوه نزيد بعد يقول للقانون في مادتها الأولى إنشاء وتطوير إدارة مدينة الحرير وجزيرة بوبيان وميناء مبارك وأي منطقة أخرى يصدر بها مرسوم يعني شنو الجزر بعد صاح فيلتيا شنو أم المراد مسجان هذه كلها جملة خطيرة هذه نزيد قلتوا اختصاصات مجلس أمناء أنا خابرة مجلس الأمناء مشرف يطالع يقر قوانين مجلس الإدارة التنفيذي مجلس أمناء إقرار قواعد التصرف بالبيع والإيجار الأراضي والأقارات هذه مساحة معادية مدينة الحرير مدري الرياح والله بيسوونها تذهب أدراج الرياح مالا تخاذ العبيد شنو اللي يتصرفون بالأقارات هذه مساحات رهيبة نتكلم عن 17 ألف كيلو ولا شم لا هي الكويت لا بعدين أجازة المادة لمجلس الوزراء أن يرخص لأعضاء مجلس الأمناء مزاولة أي عمل تجاري أو استثماري يتعلق بمشروعات الهيئة يعني أيب ربعي وعينهم ما هو ربعي ما رح أدعي سوء النية نيب اللي نبيهم وعينهم وماكوا تضارب مصالح مصدوشكم ما رسوا عمالكم اقترحت على معاني الوزير مدينة الحرير مو الفكرة منها إني أيب مصدر آخر للدخل أوكي مو أنت تبيها مقر لوجستي بالإقليم الحاد اللي إحنا بينه ما بين السعودية ما بين إيران ما بين العراق إيه ليش ما تيب شركات بريطانية دايركت مباشرة الشركات ذات الحجم الصغير والمتوسط خلتكبر عندنا راضين إحنا طبعا في بريطانيا أو أمريكا أو أيا كان الشركات الصغيرة والمتوسطة مراسمة لها خمسين ألف ومئة ألف نحشي عن خمسة عش مليون فما فوق هذولا يعتبرون متوسطة وصغيرة يبوهم حطوهم في مجلس أمناء راضين ونشرط عليهم التعيين للكويتين وغيره وغيره لا أنا حط مجلس أمناء من الموجودين تجار وما تبي تكشف عن ذمة المالية وتبيهم يتصرفون بالأراضي والبيع والأقارات وتبيهم يروحون ويعطون قروض ويصدرون سندات أنا أعتقد معالي الوزير روحوا مع فريقكم نقحوا هذا المشروع وردوا لنا هذا الناتج ليش؟ لأني قبلها وأنا عندي قصص نجاح معالي الوزير ما قدر يعطينا قصص نجاح أنا عندي قصص الفشل قصص الفشل كثيرة أنا ما بيأكون سلبية كنت في اجتماع لجنة الميزانيات اليوم يا الله من فضلك نتكلم عن ما يجري في الإدارة العامة للجمارك وما أدراك ما الإدارة العامة للجمارك شركة عقد من 2005 ممتنعة عن سداد وتنفيذ التزامات من 11 سنة وصلت الأرقام إلى 128 مليون دينار الدولة عاجزة عن تحصيلها والسبة ثغرة في رسالة صدرت مشبوهة عليها علامات استفهام استغلها هذا صاحب العقد ورح فيها محكمة وكسب حكم 86 مليون دينار محرام؟ هذا التقاعص الإداري الحكومي لما أشوف فيه غطاء كامل ينشأ البحث والتحري يتبع للوزير وتطلع حاويتين ويروح فيها شخص كابش فيداء أمر غير مقبول أنا شخصياً ما أقبل إقالة خالد السيف كأن كابش فيداء لما حصل لجنة تحقيق قبل أن أعرض الريال لإسمه وسمعته وأسرته وعياله وأهله وأقاربه وحط عليه علامة استفهام مهما كان أداءه سواء سيء أو زين ما نظلمه ويروح فيها وينتهي الموضوع مع هندي لا من اللي وراها لجنة تحقيق وهذا اللي تخاطبنا فيه مع الزملاء ورح يتم مبالغ النقل والمناولة 112 مليون دينار ما حصلتها الإدارة العامة الجمارك إجابات ما عندي ما عطوني أسأل ما أدري أسأل يلتفت أنقهروا لما أنقهر لما أشوف شركة تتعمد إخفاء بياناتها عن الجمارك ويزيد عدد المبالغ على الدولة اللي وصلت في آخر تقرير لديوان محاسبة مليار وثمانمائة مليون أي هنية يبوني أوافق على مشروع الإنشاء مدينة يعطيهم حرية التصرف في الأراضي وين بتروحون يا حكومة لوادم شنو ما صيرهم شنو الرسم لهم بالمقابل أعطي شذيه وأنا أشوف لقيت رقابة مسبقة عن مشاريع إسكانية طاحة بيوت منطقة صباح الأحمد على لوادم الله ستر ما راحوا فيها أهل البيت أشوف مثل هالأمور وخسائر تتجاوز مليارات وإحنا ثلاث منافذ برية وثلاث منافذ بحرية مقادرين لا وشيردون عليه والله هذه صار لها سنين تخيل ملاحظات دي والمحاسبة تتكرر والشركتين يحققون إيرادات مليونية وما يوردون للخزينة ساكت الإدارة عامل جمارك والأخير على حاويتين سواء خمور أو غيره يشيلولي الآدمي دون أدنى مراعاة حتى لجنة التحقيق من حقه شكرا لا خلص لا ما رفضنا تشكيل فريق فني مكون من قلت هذا مساء هناك تشكيل فريق فني من لجنة المالية والحكومة ممثل في دكتور أمين عام التخطيط مكون هذا الفريق الفني يقعدون يحطون لنا جدوى المقارن مقصود في هذا المشروع خاصة نحن ما في اقتراحات بقوانين يعني مقدمة مشتق ليس ده يعني أمر غير منطقي غير منطقي أنت تحط مجلس ومناء ومجلس إدارة وما عدت تفرادة ولا عدت صلاحياتهم وتعطيهم فل سبورت يروحون ويصيرون حتى بنك وبنك استثماري وبنك تجاري ويتصرفهم بالأراضي وعلبونها مدينة أخرى لا مولها الدرجة الماكرو المظلة الكويت وقوانينها هناك بتعدوا عن قوانين بلدية تراخيص قد أقبلها منكم بس مولها الدرجة تفتحونها واللي باله يبدير الهيئة ومقدم قل قسل إيدها بصابونة لأنها ما رح تشوفينها الهيئة ولا إدارتها سوء إدارة وقلة دبرة باختصار شديد أخي الكريم سوء إدارة وقلة دبرة ما يجري في الكويتية حرام حرام مبالغ رهيبة انحقنت في الشركة أول ما بدوا بدوا الآية بكفر تخلصوا من عنصر بشري مهم أو أهم قطاع أو الشريان وكاهم مساقين في الساحات يسوون اعتصامات ما يصير ما تي على على إعادة هيكلة تبدأ في عصب حياتك كشركة